أبدى محللون عراقيون وعرب اهتماما كبيرا بطريقة إدارة القوى السنية والكردية لملف الاتلافات في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعطتهم هامشة منورة كبيرة مع غياب وحدة البيت الشيعي حتى اليوم موضحين أن هذا الموقف العقلاني يعبر عن نضوج سياسي وقراءة دقيقة للمتغيرات بفعل مختلف العوامل الداخلية والإقليمية والدولية وأبدى المراقبون وجهة نظر تقترب من الواقع وتمثل هي الأخرى تقييما دقيقا للمتغيرات مشيرين إلى أن السنة والكرد ليسوا في عجلة من أمرهم وغير راغبين في حرق مراكبهم مع أي طرف شيعي لذلك ينتظرون القرار الأخير بتشكيل كتلة الأكبر ليقرروا طالما العرف السياسي منح الشيعة منصب رئاسة الوزراء وهو ما يفسر أيضا عدم خوض هذه الأطراف في سباق التصريحات بانتظار ما ستفرضه خارطة الفائزين والخاسرين في البيت الشيعي حسب تقديرات المراقبين ترجمة نانسي قنقر